السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغاني خبير السوق المال في فقرة التحديث الصباحي لتحركات مؤشر الداو جونز الفنية على المدى القصير ليوم الأربعاء المواثق 11 من سبتمبر من العام 2024 إذن أخواني العزاء ومع اقتراب البيانات الأمريكية الهامة ومؤشر التضخم الرئيسي في الاقتصاد الأمريكي نشاهد مؤشر الداو جونز يتعرض لضغوط بيعية وعودة الأسعار ونجاح كسرها لمستوى الاربعون الف وستمائة قد يدخل مؤشر الداو جونز في ظل موجة بيعية تستهدف مستوى الاربعون الف واربعمائة وأيضا اربعون الف ومئتين ولن ينجح مؤشر الداو أن يتحاشى السقوط الحاد إلا بعودة المراكز الشرائية مجددا أعلى مستوى الاربعون الف وستمائة والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء لدينا مفتاح الجلسة الحالية المؤشر الداو جونز هو أربعون الف وستمائة نتابع الإغلاقات حوله من أجل أن نحدد المسار الهام وأيضا أخواني العزاء حذاري من التحركات الذي ترافق صدور مؤشر التضخم الرئيسي للاقتصاد الأمريكي في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة إذن أخواني العزائيل هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله